صباح الخير واهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة سبوت اون وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان راديو تمورو استراليا وحتى عبر التشانل الخاصة فيها على اليوتيوب فيكن ترجعوا تحضروا هيدا الحلقة صوت وصورة حلقتها لليوم اه صراحة الى فترة عم فكر انه بعملها ما بعملها لان يمكن اكتر شخص اه صالحتوا مع اشخاص معي بالحلقة اه وقت كنت اه وقت كان في فقرة فيس اوف وصالح ناس مع بعضا فقلت انا اذا جبته بظلمه او ما بظلمه يمكن اخلق له مشاكل جديدة ولكن اسمه على الساحة بيفرض وجوده بكل برنامج لانه هو شخص بيحكي الامور متل ما هي ما بيلبس كفوف عودنا على الكلام الحلو ان كان بالدراما او حتى بالحب شخص اليوم الماضي طبعه اصبح الحاضر والمستقبل لكل فنان احمد ماضي الشاعر صباح الخير حبيبي حبيبي صباح النور حبيبي رواء لا هلأ لا احمد اه وقت احضر لك اي مقابلة ما بقدر اف ثانية لانك اه متل ما بيقولوا بارود على الهواء لقلك شي بيكون في مشكل يكون في شي صاير انا ما بحب الظهور وما بحب اطلع مقابلات يعني انا لما اعمل اغانية ما بحب اعمل دعاية لاغانية مسلا اني اطلع احكي عنهم لانو الاغانية بتحكي عن حالة بس تنزل صح نجاح هو ايه بس لما حدا يغلط بحقك يدق بكرامتك لازم تطلع مشكلك قريب متل ما بيقولوا على اللبناني قريب وهين ازا كان اللي بوجي طيبي بينتهي ازا كان اللي بوجي خبيس ما بينتهي ايه متى هيك في شي خلاف عملته اطلع هيدا مشكل ما كان لازم يصير راغي 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 بعلي بصراحة ايه جات اه راغي بلاقلك شي اعتذرت ايه راغي براغي بكنت انا في شغل بيني وبينه حتى عم بكتبله اغنية كنت ام بس صار موقف اه قال شي وقتا عم فضل اه تسرعت بصراحة اه مش غلط تحب ومش غلط الدافع اللي بتحبهم بس ما تخسر ناس بتحبهم ام ما تقبلت رأيه يعني اه يعني فعلت الطريقة اه جنونية كانت وكانت فترة العمر انا بس كبرت صرت اعرف وين غلطت كل ما اتقدم سنة بعرف وين حق علي وين الحق معي محال ما الحق علي انا بصلحه ببضل بعترف فيه وبحكي فيه بالامنيح يعني مثلا بالزمنات اختلفت انا وزياد الحق علي من فوق لتحد عرفت علي طب لما انت تعرف انه الحق عليك بصلح تمسك التليفون بتعتذر ولا ما بتحطه على انا بحسه قاسي شوي هيك اول شي بس بنتر صدفة هيك تصير صدفة لقاء او ايه بنتر بنتر يعني باول شي بمدله سجاد يعني انه اذا حدا بحبه وغلطت بحقه اوكي وندمت اني غلطت بحقه اه يعني اول شي بعلنه متل ما عم بعلن معك هون عرفت علي بعدين بترجع للشخص اللي انا اه اه غلطت بحقه عرفت علي لاغم انه بكون الغلط كبير هو بقى ونفسيته بيتقبل ما بيتقبل خلص انا فرشت خليني قبل ما فوت معك باي خلاف جديد او اي خلافات تانية اه نحكي عن زياد برجي زياد برجي اه اللي اختلفت معه بالزمنه بالزمنه هيدا خيه ميبه هيدا شخص يلي اليوم تعتبره انت اكتر من اخ مش اليوم زياد اه بلشت شغل معه بالفترة اللي انا بلشت انضج يعني اكتشفت اه مراحل حياتي اللي اتعلمت من الحياة فيها مع زياد بس بالماضي شو كان سبب الخلاف ماشي ايه ولا شي بسيط كان اشكال صاير انا ونضالة احمدية وهيك بحب نضال هو وصار موقف ماشي 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 هكي هو الخلاف الحكي يعني طريقة يعني اختلف معك واختلف معه كرامة ندار ما اختلفنا نحنا لقلك شي انا واختي بيمرق وقت يمكن منعود شهران ما بنحكي بنزعل ع شغلة بس نحنا اخوة عيجة اهم شي بس انا بحكي بالسابق سبب كان خلاف كرامة ندار بعتقد ايه ناسي والله لقلك ليه لانه زياد قطيب قلب تعرفت عليه بالعالم اه تصالحت انا وياه بوفاة خي وقتها اه شفت العفوية شفت احمد احمد اه اه ع شخصية زياد يعني زياد الاهدا يعني انا النار اه هو الهادئ بس اه نفس الطينة اه نفس البيئة اه نفس النظافة عرفت علي اه انا الوسط اتعبت منه اليوم احمد بخلاف اه اه اليسا وزياد وانت اه ندار اخوة اه خلاف اليسا وانا اوكي لانه زياد ضحى بغنيته اوكي صار الخلاف مع زياد بس ندار وقفت كرامة اه وقفت طرف مع مع اليسا ما بيأسر ما بيأسر لك انا ندار ما بعرفه ازا غلطت معي برد اه فزياد عشرة عمر فيه غير عشرة عمر في مواقف بعدين انا ما سمعت انا حدا ما بيسمع بس يا عصيب اه لو بسمع بهتاكنات اه كان بينتهي المشكل ما بيصير مشكل اه عرفت علي مع العلم انه الحق معي كان باشكالي مع اه الست ندار مع العلم انه الست ندار حتى انا بعزة وبقدرة طبعت علي اشكال بسيط عرفت علي وصار اه من لا شي يعني عرفت بس زياد محقوق حتى بالموقف لانه بيكون بلا اصل ازا ما عمل هاد فمت علي يعني انا بعرفه من فترة هو بيعرف ندار من فترة اكتر غير من انه من فترة اكتر في مواقف لنضال مع زياد اوكي حتى زياد بمواقفها مع اليسا قال له ان هي اختي مية بالمية شوف نشرة نقطة عالسطر انا معقولي احكا اختم يعني انا غلطت طب اليوم وقت شفتها وقفت مع اليسا مزعلت بين انا كوبين حالك لا لك شي ما في غير اوقف مع اليسا ما بيأسر انا اخذ يعني حابب انا كم حدا يوقف معا معلش شي ما هوية ما معها بس انو متل كانو واحد مثلا خسران معركة حدا عم بيطبطبلو ما هي اخته لزياد طبطبت لاليسا يعني ما بيأسر بس ما هادي هي المشكلة خسران يا انت اختك ما قول طبطب لحدا خسران ازا ضربته ايه ازا اربحت عليه اه مش ضرب اكيد مش الدرب اللي عرفت الدربة نجاح ايه مثلا اللي بيلعب بوكس بيدرب ميه بالدربة دربة الاضي هو بس نزل الغنية من دون ما اضربة بوكس قبل ما احكي عن هيدا الموضوع لانو رح نحكي فيه اه لوحده اه لا كل اللي دافع عن اليسا غلطه اه لانو دافعوا بشي ما عارفين شو عم يحكوا فيه بس نحنا المحبة بتميز ناس عن ناس خلينا يحكي عن احمد ماضي الشاعر احمد يلي بعيش اللحظة تهيكتب اه شو ما بعيش اللحظة انا بس انت بتقول انه بالقسس اللي بتكون قاطع فيها اي شي بسير معي بكتبه ما هيدا انا عم قوله بتعيش يعني بتعيش لحظتك اه ما هيدا هو بتعيش اللحظة اللي انت فيها تتكتب الكريمية اللي بتطلع فيه بالاغار مية بالمية لا ما فيه اغاري كتكتبه في غنية اعطيتها لحدا انت قلت انه كنت طعي لبرا ايه طعي لبرا كتكتبها كتكتبها بلاحظة هيك وصارت غنية طعي لبرا هيدا الشخص يلي عاش ثورة لبنان يلي عم بعيش الازمة اللي نحنا فيها انا كاتب كتير عن الازمة بس انا من الناس اللي بيقامنوا انه ما بيفيد الحكة وما بيفيد الكتابة وما بيفيد هالنزلات والطلعات اللي عم بتصير ابدا لانه المشكلة مانا بس بالمسؤولين اللي عنا المشكلة بالشعب حتى اللي عنا يعني الشعب بتعلم ينصب متل ما الزعيمة بينصب الشعب بتعلم ينصب متل ما على السوبرماكت بتفرق بين قطعة وقطعة فرق كبير والدولة تركتهم لانه الدولة عم تسرقاك وغيره عم يسرقاك وغيره عم يسرقاك عرفت عليها مغطين على شو بدك تحكي انت شو فيك تحل إذا ما فيك تحل ما تحكي بس الشاعر مش هو من زمان كان هو وسير خلاص كتير من البلدان يعني هو اللي كان يتقد الزعيمة ويستعمل بدل ما يسميهم بأسماء ويستعمل الحياة كان يكون في ثورات يعني مثلا أبو القاسم الشاب كان فرنسوية محتلين تونس صار يكتب ثورة بمصر مثلا أحمد فؤاد نجم كان في ثورات ما رحنا كان عنا ثورة بس كان في شعب موحد نحنا ما عنا شعب موحد نحنا عنا ستين زليار طائفة وكلهم قوية وكلهم عندهم زعمة وكلهم بيعبدوا الزعمة تعولهم شئنا ما قابعينا في كم واحد هيك بينعدوا على الأصابع مثلنا بس هولا لا بيقدموا لا بيأخروا لا اي زعيمة أقول تكتب شعر ولا حدا أنا تابت للشهيد الحريري بعد ما توفى بعد ما توفى صراحة تابت لما عرفت شو عامل للبلد أنا ما بتحيز زعيم اليوم ما بتكتب أنا يجي هلأ زعيم شو ما كانت طائفته شو ما كان دينه يشغل للبلد أنا أول واحد بعيده بدنا حدا يحب البلد يا أخي ما بتكتب مساء اليوم لرئيس الجمهورية مش هارعون يلي أنجز ترسيم الحدود يأنجز أنجز ترسيم الحدود ما بدي أحكي خلينا بس أنه طلعت روحي أنا يا أخي شو بدي أقول لك يعني طلعت روحنا عفوا تعتبروا أنجز هيدا ولا لا يا أخي الرئيس ما لحاله عليه المسئولية أنا ما بدي أحكي عرئيس بلدي لأنه رئيس بلدي إذا حكيت بعد عنده أسبوع واحد إذا حكيت عم بيحكي عحالي عرفت علي بس أنا بالنسبة لأي إلي أنه أي حدا بدي يفوت على هالدولة يلاقي إنه البلد مشلولة وما يقدر يعمل شي يترك ميه من كان إذا كان رئيس كنت بتنصحه يستعيير مش 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 كرئيس أنا رئيسي ما فيني احكي عليه عرفت لي أنا في أشخاص حبيتهم أنا في أشخاص بالسياسة حبيتهم ما بعرفهم مسان زياد بارود أنا بالزمنات ماري على حاجز لقيت واقف على الحاجز أنا بحب رجل الدولة اللي اللي إله مركز عالي ينزل على الأرض بس ما هيدا بيعتبروه كمان ببعض الأحيان الشعب إذا شايف شخص إذا شايف وزير أو نيب عم يتصرف هيك إنه يريك عم بيجمع شعبوية عم يعمل حركات أنا شايفها عشرين مرة شايفها عشرين مرة وبآخر الليل شو بده يجذب وجه الصبح لما الناس جايهم من السهر بتكون ثلاثة ربعة سكرانة يعني ما حدا شايف مي فيه على الحاجز عندك زعمة رفقة لا ما عندي حدا بالسياسة لا لا ولا بالدين ولا بالسياسة تخبت لا ولا بحياتي لا أنا ولا بي ولا أمي ولا أخواتي ليه ما عندك صوت ما عندك شخص بتلاقيه مونيسي عندي صوت بس ما حدا بيستهلوا يعني كانوا ولا أباعدة أنا وعيت عها البلد لقلك يا أخي أنا عمري تلاتة واربعين سنين أنا وعيت عحروب وبضحك عحالي كل ما يعملوا استقلال نحنا ولا مرة استقلينا نحنا منعيش ببحبوحة سنة سنتين بترجع معارك الدنيا كلها بتصير ببلدنا عرفت علي مرتحنا متأمل خيار بعد ترسيم الحدود ولا ده؟ أي ترسيم الحدود هذه جديدة هلأ هلأ سامعها والله ترسيم حدود؟ رسموا الحدود مع إسرائيل إسرائيل متكلع رسمتك ورسمتها شو يعني فسر ده؟ يا عمي خلصني شو فسر ده؟ خلصني السياسة بس الله بيعرف فيها وانت بتعرف فيها شكلك؟ أنا بتابع سياسة بس بكرها بكرها كتير مش شوي هلفت علي يا؟ لأنه كل الشعوب عميان ما حدا حاسس بواجع ولاده حاسين إنه بدون ينزلوا ينتخبوا فلان وفلان 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 لأبد لأبد لأبدين معقول هيدا الترسيم هو أول باب فتح لنشوف الوايب التطبيع لاحقا يزابط دولار بعدين يرسموا لا نشوف ما هو ما هو عميقوله إنه النفط والغاز هو رح يحل هيدا حرا قدين اللي نفطنا يا زلمي شو عم تحكي نفط مين بس واقع معقول يصير في تطبيع برأيك؟ تطبيع مع مين مع إسرائيل؟ ما بتزبط ليه؟ نحنا هون ما بتزبط يعني إذا بده تزبط بدك تلغي بدك تلغي شريحة كبيرة من لبنان ما بتزبط ما فيك أي شريحة أي شريحة أي شريحة شريحتنا نحنا الإسلام اللي فيه منهم أغلبيتهم مثلا متطرفين من هون ومن هون عرفت عليه؟ منهم منهم متحضرين غير التطرف فيه فيه قضية إسرائيل يا أخي قضية بتحس كأنه واحد دقيق بعرضه يعني بس تحكي عن إسرائيل عرفت عليه؟ ايه ما بتزبط مع أنه زبطت بكتير دول وارتاحه وارتاحه نحنا لا بنرتاح إذا تطبعنا معنه ولا بنرتاح إذا ما تطبعنا معنه ما بنرتاح أولا لا بده تضل تخبط فينا إسرائيل عرفت عليها تتاخد البلد لا لا نعلم إلا أهلا وسهلا فيك إذا نقول أهلا وسهلا فيك من أكل قطلي هون؟ آه ليك لقلك شي أنا مني مع تطبيع لقلك شي أنا ما مع حدا يغدرني ما مع حدا يأكلني ما مع حدا يسرقني لصالحه ما مع حدا يكون أكل إخوتي وحط إيدي بإيده أنا ما بدي حاربه أنا ما بدي حارب حدا أنا بالنسبة إلي ما بدي حارب حدا عرفت علي وما بدي حدا يحاربني بنفس الوقت بدي هالبلد يرتاح إتفاقية سلام مع إسرائيل يتفقوا اللي عنا إذا اتفقوا الزعم اللي عنا نحنا شعب ما عنا مشكلة نحنا الشعب هلأ منقول بدنا نقتل هيدا بكرة إذا زعيم تعنا قلنا هيدا محترم منزقف له مين زعيمك؟ أنا؟ الله بس عندك غيره؟ أنا بس عالك إليك مين في زعيم غيره؟ ما بعرف هو بيروحوا كلهم الله يعني حزب الله؟ الله 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 آه أوك حزب الله حزب عمل إنجازات للبلد وطيار المستقبل عمل إنجازات بوقت من الأوقات كلهم أوكي هلأ وقتهم كل الأحزاب يعملوا إنجازات هلأ لأنه نحنا تعبانين لأنه بعد عندك أمل؟ أمل وحزب الله لأطى دقري لألك شيء أنا ما بكره الأحزاب أوكي؟ وما بحب الأحزاب يعني إذا الأحزاب فعالين لطواقفهم كلهم يا أهلا وسهلا أرفت أليه؟ ما في نحنا للأسف في شيء حلو مر عنها نحنا كطواقف عنا أحزاب ومختلفين والشعوب كلها متفقين وحتى هنا السياسيين متفقين أرفت أليه؟ بس في شيء من برا أهيلهم بتكون ضلوا مختلفين أكيد؟ نحنا هون يتابع لهون وهون تابع لهونيك نحنا مجموعة بلدين سعودية إيرانية أمريكانية نستحقلك نحنا شو؟ شو؟ نحنا مثل وحدة ميما بده بيجي؟ بيزورها هاي البلد هيك؟ ليه ما رحت لبرا؟ لأنه أهلي جوا كرميل أهلك؟ طبعا أنا وحد أكيد لو عندي خاي أكيد كتفلت من البلد؟ من زمان لوين كتر حد؟ عقيا بقى عصير العنكة عن جد لوين كتر حد؟ عقيا بلد ارتاح ما عتلهم بكرة ما عتلهم إذا حيصير حرب عنا بعد فترة ولا حيجوعونا ولا شو حيعملوا فينا؟ وشو كنت اشتغلت؟ ليش ما فينا أعمل شاعر من برا؟ ما بعرف ما هي بلال الزام بالسواد وبعضوا عم يشتغل؟ بس غير مثلا ما تكتب لبنة لبنانية ولبنان بيكتب تكتب الحالات يلي إنت قاطع فيها تكون مثلا عم تكتب لبنت أجنبية؟ ما بيكتب للأجنبية بيكتب للبنانية كمان برا للشغوية ما في شيء اسمه واتساب بلا فيه هلأ صار فيه واتساب أحمد يخيدي بعثلي لحن بيكتبله عليه بيسمعه على مطرب بيخلص خلصة الخبرية ما بقى في شيء صعب بيبعثلك لحن بتكتب عليه؟ ايه أو بيبعثله نص بلحن ايه انت بتفضل؟ انا لك انا اذا لحن حبيته بيكتب عليه بسرعة ايه وإذا نص حابه بده يطلحن عزوئي مش انه بس بده يطلحن ايه؟ لأنه بكون شايف صورة فيه إذا مثلا اشتغلت أنا وحدا مثلا ما بيعطييه للنص انه يشتغلوا لحاله بقعد معه لأنه تكون مثل مطبخ مثلا هاي الاشياء بتصير أكتر شيء أنا وزياد لأنه زياد بكون مثلا عم بيلحن زياد إذا عطيت فكرة بيتقبل إذا عطاني فكرة بتقبل زياد سهل عرفت عليه وزكي وواسع بالشغل يعني عنده 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 كزلون يعني بتلاقيه بالغربة عالجتار عالعود عالطاولة شو ما بالدك بيشتغل إذا لحن أجنبي شاريته شركة أو فنان أو حدا وعطوك ايه؟ كتبك تكتب عليه بتحب هيك نوع الأجنبي ما كتير بالمثني أنا التركي بالمثني التركي ما التركي يعني أجنبي فيه أشياء مثلا لحن أجنبي مثلا كلام إنجليزي كلام إنجليزي كتبت عليه بس حس مش جوي بس إنه عم بكتب بس التركي بحس الوجع بالجملة اللحنية بتلاقينا عشت التفاصيل تاعتها أنت حداً بينوجع أكتر؟ بستمتع بالواجعة ليه؟ خلاص لقلك شيء لأنه الدراما يعني السلبي بالحياة شفناه أكتر من الإجابة يعني أنت عشت خيبات أكتر من مش خيبات تعلمت بس خيبات مش 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 يعني والوجع البوكس الدربات المشاكل اللي قطعت هو الأحمد ماضي هو الخيبات هم اللي عطوكوا ليش؟ ليش أنت شخص هلقدة أنا بفتخر فيهم بس إنه شخص هلقدة كل الوقت عم يكل مش خيبات عم يكل مش بس من الناس من الحب من كل علاقة الحب أخفف شي أخفف شي بس ما فيك أنت أنا مرتين حباتك حياتي بس أنا بتوقع حدا يقول هيك بس مش أحمد أنه أحمد اللي بيكتبو عن حياتي الحرب قدام الوجع الحقيقي اللي عشناه من إحنا بطفولتنا الحب أخفف شي عرفت علي الحب أخفف شي الوجع الحقيقي بطفولتك كيف عشتوا نحنا عشنا حروب يا غير الحرب أنت يا موليد غير الحرب أنت يا موليد 93 أوه ما عشتهم غير الحرب شو بدك أكتر يعني وعينا مثلا فيه يمكن تعيش حرب يمكن تعيش واجع واجع بيئة واجع من أهلك حرب شو بدي قللك حروب الدنيا كلها حروب تموز حروب الدنيا كلها عشنا نحنا فجأة نكون عم نكذر نلاقي صاروخ وقع حدنا نحنا بعمر شو 13 سنة 12 سنة كيف عشتوا وفولتك مع أهلك أهلي بعقده هالي هالي اللي بيصبروني على الحياة أنا دللوك زيادة أبدا ما تدلعت أنا ما في عنا شاب بس هالي هذه الشخصية القوية يلي طلعت ما طلعت من وراء لو مدلع كانت طلعت على الشخصية ما هي أنا مقصد مش دلع أنت أخدتني لغير مطرع لا لك أنا وحيد عند أهلي بس نحنا أنا بحكي أنه ما كسروا فيك يعني أولك شخصيتك أنت شخص شخصيته كتير قوية أنا لك أنا عشت مع أهلي حبات أهلي وبحبهم وهولي وهولي روحي عرفتها ليه بس الفترة الأكتر عشتها مع حالة يعني أنا يمكن استقرات بالواحد وعشرين أو التنين وعشرين اللي بتعيشهم مع أهلك بمرقومة لمحة البصر لأنه في طفولة ما بتحس فيها لفترة الأربعة عشر سنة مسلا بعد الأربعة عشر بتبلش المراهقة السلبة والإجابة والقصص اللي عرفت علي اللي بتبلش أنت تتوارشن فيها بس لما تستقر ما بحكي الأوجاع تاعتك غير لك تحكي لحالك لأنه بس تكون عند أهلك إذا قلت أخ في مئة حدا بيقلك شوش بيطبوا عليك إيه وجعت كتير لحالك كلنا من وجع لقلك شي فيه فرح وفيه واجع استمتعت بالأيام الحلوة وزعلت بالأيام اللي زعلت فيها وتعلمت منها والدك دي أثر فكرة أنه أنت بالنهاية وريس فني فيني أعتبر أنا ما بآمن بقصة الوراثة بس أنا بآمن بإني أنا فادني بإني عطاني الخبرة لأني عم بسمع صح من أنا وصغير وبيعطيني برشدني صح بس منك أمتداد لأله لأنا غير أسلوبه بعرف بس عم بحكي كأمتداد فني أكيد زيادة رحبانة غير أسلوب عاصي ومنصور بس هو أمتداد للرحابنة بس غسام منه أمتداد للألياس بس عم منه أمتداد لمنصور غسام منه أمتداد للألياس منه أمتداد لعائلة الرحابنة لا ليش شو امتداد شو عامل صارت سنت الالفان متل قدش كان في ناس العايب تحطهم مع امتداد راحة انت بينك ونفسك بتقبل لا بس نوع تاني الانتداد اللي ميكمل لقلك شي انا زياد اللي عمله انا اكتر حدا بيحب الراحباني دايما بنفهم غلط انت فاتح محل مطعم اتوفيت ايجا ابنك بدو ينجحها المطعم بدو يكمل مسيرتك مطعم انت بتعمل فول حموس كذا بدو يكملهم ماكمل فيروز ماكمل الياس غسان ماكمل منصور اسامة بس عامل نوع خط جديد ما عامل خط شو دارب له كيف شو دارب له كم اغنية لقلق وطنية تاشعني عم تحكي الراحباني انت عم تحكي ارزتنا نحنا اللي ربينا عليها اغاني اللي نحنا حافظينهم من احنا وصغار وتعلمنا الكتابة عليهم شو تعلمت انا من غسان ضرورة تكون انت عم تتعلم هيدا الامتداد انا تعلمت من زياد انا حبيت فيروز موارا زياد انا فيروز اول مرة سمعت لفيروز اول مرة سمعت لفيروز كيفك انت وفي كتير ناس ما حبوا فيروز مع زياد ده اليل لا انا بالنسبة اليل انا بالنسبة باغاني فيروز اكتر 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 اتنين اشتغل لفيروز شي بتقول اخ من قلبك هو فيليمون وزياد عاسي ومنصور عملوا لها ارشيف كبير عرفت علي بس الشعطة كانت من فيليمون وزياد كمرة كانت طالعة بيلك مثلا أغنية كتبتها تقول هيدا بتلبق لسيدة فيروز وين بدك تروح تعد زياد واستوحيتها من صار بعد صار ما هي صار بعد صار تحرز المشوار كتارها وزوار يعني هي إذا بدك فيها إحاقات جنسية مبطنة وهيك وين بدك تروح عتم الدنيا وضوها الشمعة تسعو تكتبوا قصص فيها إحاقات عشتها حصيتها لأنه أنا أدمم أسهر بالغنية وكنت عايشها الحالي مع حدا بس لما حدا يسمع غنية فيها إحاقات جنسية بيقولوا عنا مبتزلة لا قللك شي الإحاق المحترم فيه إحاق محترم فيك أنت تحس بعاطفة وفيك تحس بغريزة بشعة يعني لما أنت عم تحكي صورة شعري بس أنت ما كتبت إحاق كمان ما أنه محترم أو أحد ولا مرة ولا مرة ولا حرف ولا مرة ولا نص حرف بقى أتحدك أوكي إذا محضر لي شيء أنا جاهز لا أنا مش محضر هلأ يمكن يمكن اللي غاد نواء يمكن اللي غاد نواء عطوا عطوا شوية إحاقات رقب مثلا رقب حص صاحبك عني ليش فكرت برقب أنا مكتبت أنا خدت الفكرة من فيلم سرسرة فوق النين بيكون أحمد رمزي ونادية لطفة وحبات الفكرة شو يعني أنا مكتبت يعني مكتبت لا أنا استوحيت طبسط الفكرة طبسط بس أنا كلمتي بتبلش من بعدها عرفت علي أنا كنت مكتب غنية حتى كنت أنا وهايسام زياد وكان فيه عماد هواري رسولة تحية لهايسام إيه فقال لي الشخص قال لي عمل لي غنية مثل أنا هيفا وأقولها هواكين كنت سيت قلت له هيك يقاعد حدي هيسام قلت له راجع بحص صاحبك عني وعم صار يطبق وعم بيصور عماد هواري تاني يوم بيقلنا عمله غنية تنازل قلت شو تنازل أنا ما عمل غنية قمنا عملنا مقطع له وكان ده ناسيني عرفت يعني صاريت كيف طلع لبرة واحد عم بقول طلع لبرة يعني عرفت علي صاريت مناجحت حقيقية مناجحت ايه مثلا قصة رجب ما كنت عم بيكتب غنية أنا بس فيها رائحة لا أبدا أنا صاحبك غنين عدت للميريا وأنا بنت ما فيه شي وأنا بنت شائية كافة كافة ما فيه ما فيه شي فيه ليك فيه مبطن المبطن فيه كفة وهيك وهيك ما يحترم فيك تحت ما فيك ما تحترم لأ ما أنت حسست إنه نبطن يحترم لألك شي حتى ما دافع عن هالموجة أنا لما كتبت رجب وهي الموجة كنت بالعشرينات ما شو يعني كنت كاتب مش باقي غير أشوائي وفايت الفن رسالة وخلاص عدت بلا سجل بس نزلت رجب أنا ما مصدق إنه اللي صار نزلت رجب عملت زلزال من بعد مننا سلت كل شهر يجي لعندي عشرين ثلاثين مطر ببيع عربعين غنية عرفت عليا بس سمع ملحن غنية مثلا مثل مش باقي غير أشوائي يقول لي دخيلك بلا نكد ما بدن ما بدن نكد يا خي هيك الموجة كانت ماشية بس أنا حوالت أمشي مع الموجة بما أنا وينك إنت وهايفا فقش بها هيفا وينك أنا وقفت هيدا اللون بس أنا لك أنا حكيت يعني هلأ إذا هيفا بتجي بتقول لك أنا بدي غنية منك أحمد ما بتعرف تكتب لها بقى بعمل لها غنية بس مش اللون رقب ليش لون غير ليش ندمين على هيدا اللون خلاص أنا صرت هلأ تلاتة واربعين كان عمر تلاتة وعشرين شوية أمو أنت بعدك عايش لا هلأ بتكب لحظه بعدك عايش لاتة واربعين بعد اتناش تكتب بعد اتناش يعني لا ما بتكتب شو ما أقول مش عير انت ها يلا سوق لعلك سوق شو شو انت شو ما بتعرف تكتب له ما بعرف أنا اللي بعرف بس بعمل لون جديد متل ما عملت رقب كان لون جديد لهايفا ما في مشكلة في شي براسك لهايفا ما في نية كتب لهايفا لعنو ما في تواصل انت وهايفا لا قل لك شي أنا إليسا كنا مقبرين بس قالت يا هلا بالصلح مدت ايده زياد قال لي هالمخلوقة ملك مدينة ايدنا اي حدا بمد ايده للصلح يا هلا وسهلا هلأ 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 إليسا إذا بتجرع بتمد ايده عام ولا ايده ولا اجرع خلصي تشوفنا ايده شو اجا منا عارفتها هي طرقتنا ايد ما بتفهم يعني مش كل من من بد ايده هايفا انت ناطر هايفا تمد ايده مش تمد ايده لألك شي إذا هايفا بده كلام من أحمد ماضي أحمد ماضي ما بيقول له يعني أحمد ماضي اللي بيطلع بيقول انه هايفا قلب هايفا قطيب إنساني هايفا نفسية حلوة بعد خبرة السنين انا قدمين مشلت لي مع هايفا علقت مع غيرها وغيرها اكتشفت إنه قطيب ألف هايفا في يوم هايفا مثلي هايفا مجنونة بتجنب بسرعة عرفت لايه بسي طيبة ليش اختلفت إنه هايفا؟ مرة 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 ليش ليش اختلفت إنه هايفا؟ مرة بقتلي نسرين زواهرة وجه الصباح كانت مع هايفا متري مين بعتلى شي على الواتساب ع أساس أحمد ماضي وعمتين شهر حارين يو بنتي أعملت لأ أحيات إختي مالا قلت لأ أنا بفتخر بالمشكل بس أعمله بس إلكم ما أنا يعني ما أنا ايه يعني أنا ما بعمل مشكل وبهرب ايه درعكس وضقتها بتعمل الواجهة أنا بكتب له شعر للمشكل ايه إذا ما هي حق فيه وشفت شفت شفنا الأشعار على المشاكل حق ايه ما بسكت عن حق ايه بس أنا شو سبب المشكل جوهر أنت وهايفا والله ها كتافي حكي شو ما بعرف أول مشكل كانت بدي تبدل غنية طريقة الحكي علقنا فيها آم التاني مشكل مشان ما كنا مصالحين أساسا بعد أول مشكل علقنا مشان إليسا ولقتوا مشان إليسا دي هي حردتني عليها وقتها قالت لها ملكة النشاز ما بعرف شو فوطتني بالحالة ما هايفا حردتك عقريسا إليسا حردتني عقريسا حردتك هي قلت لك روح عقريسا مع هايفا بستيديو ايه ايه وقتها هي شو خبر خلاص ما بدنا نحكي رقف دي عارف ما حكينا فيها هذا الموضوع بحي حردتك عاهايفا يا أخي صار وقتك كنت عم بيكتب لها يا مرايتي وقتها زياد يا الله زياد زياد كتير يزاك قالت لها أنا هلأ حرد أنا قلتها كلمي هيك بتنقال قالت لها قالت شاي شو قالت لها أنا هلأ حرد قالت لي يوم ناطر التويت أنا قلتي شو قالت أنا زياد قال لي قوع عرفت علي زياد قال لي قوع زياد عم بيقلك كتير هالفترة قوع ايه لا هديك الفترة فضلت هي لو صلنا على البيب ناطر التويت قمت تحمست أنا قلت مبزع على رحة تطرقت التويت ما دفع تاني يوم صفقتني دعوة هايفا لما صفقتني دعوة هايفا في محاكم دقيت لأليسا وينك أليسا اختفت اختفت إليسا روحة فعي يا أحمد دفعت مثل الشاطر اندمت على طيبة كانت كتير عمين لا لك شي أنا غلطة اندمت إني أنا تهورت إيه عرفت علي غابة هيدا منه زكا طب اليوم بس شوف أليسا وهايفا هلأد إقراب من بعض ورفقة وبيضلهم مع بعض شو بتقول ده حكي فاضي هذا شو حكي فاضي تمثيل 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 ما في فناني بتحب فناني أخذها من الآخر خاصة عنا بلبنان ليلة اللي بيحبوا بعض بدون يكونوا بيحبوا أعلى ما أنت هلأ كنت عم تقول لي كان عمري 23 و 20 هلأ صار عمرك 43 و 40 نضجت شو يعني نضجت ما بتحب يعني ولا شاعر أنت بحب بيعجبني شاعر واحد مروان خوري يعني حيفا وإليسا عم بمثله كله عم بمثل الوسط بتاعنا كله تمثيل جمع لي أربع مطربين جمع لي أربع مطربين بس كله خريفات حبيب جمع لي أربع مطربين يعني نوديو مع بعض ليش لا لا إذا بيحبوا أربع مطربين سامير صفير جمع أربع مطربين جمع نزار فرانسيس عمي بالأرز أكتر من أربع مطربين جمع لي أربع مطربين يغنوا غنية مع بعض مثل بالأجانب جمع لي ثلاث مطربين رحمة وبل إيسم بيري حاملوا للمون لبنانية هول لا عم بحكيك باللبنان عم بحكيك عنا عنا المرض لعنا اللي عنا بمصر ستين واحد بيغنوا مع بعض بمصر بس يصير مشكلة كلهم بيقوموا كرمي المصر يعني بس عنا المشكلة بس عنا المشكلة بكل أطرافها فيه ناس منيحة بس أقلال يعني الموقف اللي أخده زياد مش الكل بياخده طب أنتو الشعرة والملحنين ليه بتتخنقوا مع بعض مع بعض كيف يعني طب دار في مشاكل بين بعضكم وأنتو المزعين ليه بتتخنقوا مع بعض ما تنشكر الله نحن ما في مشاكل مع الشعرة نعم أنا ما بيعلم مع ولا شاعر لا بس فيه ملا أنا مسالحك مع فاريس رأي بس أنا ما عندي إشكال مع شاعر أنا حدا حكي علي برد مش كشاعر أنا رديت علي قاله فاريس هلأ على فكرة قاله تكلم حتى أراك أنا تعرفت علي لفاريس اكتشفت أنه هيدا الزلمي أرجل الزلمي تعرفت علي بحياتي موقفه ما حدا أخد موقفه له هلأ بشو لا قالك شيء أول شيء أخد موقف معك ما أنه عايز مطرب هو عم يحكي شبعان عم يحكي عم يدافع عن الشعر لأقصى حدود ما عم بيجامل مش معي ما عم بيحكي كشاعر ما أنه بتاع أنه بيبيع غنية بس ويسقط كيف عم بتلاقي الموجة اللي عم يشتغل علي في رسكندر لا بالأول كانت أنا عندي نقب لما كانت فيه إشكال بس هلأ وحيات أختي وحيات أختي مش عم جاميل عامل سكي ما حدا بيقلده علي عامل سكي ما حدا بيقلده علي ما حدا بيقلده علي لأنه ما بيعرفه لا هو معلم هو معلم الحبكة تاعة الشارع يعني القفايات يلي منقولهم أمتال وهولي يلي وعنده خبرة الضيعة وخبرة المدينة صار بس فارس كندر كمان عطى لفنانين كلاس اي عطى لفنانين وعم يعطي هلأ فارس كرم وعم يعطي لكتير أشخاص ولا زال بس هو هلأ الموج هاي هاي الموج اللي أنا ضده هاي الموج اللي أنا ضده عم بيجلسها فارس عم قلها عم بيعلية عم بيجلسها يعني مهند وديع عم بيغنوا بحفلات شي الغاني فارس شي تاني غنية شرعية عم تنزل عرفت علي وصارة زكارية نفس الشي عم بيعطيهم أغاني كلاس اي ما عم يعملون الأغاني اللي عم بيغنون على المسرح على المسرح عم بيغنوا هني هني مش مقتنعين أنا متأكد عم بيغنوا ليجيبوهم مساري أخي الثلاثة عندهم أصوات بشو مقتنع بفريسكندر أكتر كشاعر أو كملحن عم بيلحن حلو بس شاعر أوه هو عرفت علي هو عم يلحن لقله عرفت علي عم يعرف لحن كلامه عرفت علي عارف عامل سكة عم يلحنها يعني أنا لما بدك تقلي مقتنع بملحن بده يكون الملحن عامل ستين لون يعني بده يكون ملحن قبل ما يكون شاعر زياد عامل ستين لون زياد شاعر وملحن عامل ستين لون زياد بيغن في شاعر وملحن بس كل شي زياد زياد عطيه سريلانكي بلحن لك عثيري تصري لانكي حبيت غنية نانسي عجرام يلي ستيلا شوي هندي 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 مش غلط لكن نانسي الحلو فيها انه عندها الجرقة تجدد هي وميريام انا بحب هالشي فيهم عندهم الجرقة يعملوا جديد مش غلط كل شي جديد وعم نسمع موسيقى حلوة يعني حبات حبك صفاح ومنجة وطفاح حلوة حبات لعبة الكلام كمان لانه اللي قالك شي هي ما عم بتقول صفاح دم بس اللي اعتبر عم بحكي انا من الميلتان انا حبات الغنية انا ما مصورة كليب كانت كنت اسمعها انا شفت الكلام شفت الناس شو كتابه وفي ناس اعتبرت انه هيدا صفحكي على الافية يعني صفاح وطفاح لحظة 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 في شي اسمه الاغنية الخفيفة في الفياذ ما من من كان بيعرفي لعبها انا انت عم تحكي عن رجب رجب اغنية خفيفة بس ما من من كان بيكتب رجب عرفت عليه يعني زيادة راح باني حالي تعباني يا ليلة في اخفف منها ما من من كان بيكتبها وبيسب باغاني كمان امرار عرفتها الليلة لا ما فيها ولا غلطة وشي جديد شكرك راضي هالفترة على نانسي ولا مرة اختلفت مع نانسي نانسي ما بتغلط مع حدا لا بس قطع شوية بعد لا نحنا ما منبعد نحنا الشغل مع نانسي يعني تاخد نخبت نخبت الشغل لنا ما غزير يعني مش كل الالبوم نعملها خمسة اغاني لانسي نعمل غنيتان من الاخر يعني هلأ عم تحضر لها شي عطول ما نحضر لها هلأ اكيد شو عم تحضر لها انا وزياد غنية غنية واكتر ان شاء الله ما احنا ما نحضر يمكن نتوفع بغنية بالفان بتصير هيدا يعني عدو هيدا الفنان بيصير رفيقه لا ما في منها هاي ما في منها كيف انا مش انه اذا هلأ انت عم اختلف مع اليسا ما صارت اي عدو تصير لا لا حبي بلايلك شي انا زياد ليش زعل من اليسا لانه كان عم بيصالحها معي مصرت عدوه انا ولا صارت اي عدو طلع زياد بمقابلة ببرنامج المجهول مع روضور فلال وحكي القصة من منظره ما بين حكي شي من بعد اللي حكي 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 استاذة حكي بي وصديق وصاحب وزوج وخي وشو بدي قالك حكي كل المراحل نظيفة اللي بتشوفها بالانسان كانت موجودة بزياد برجي بهالمقابلة كان غير زياد برجي اللي بتشوفه بكل المقابلات ليش؟ لانه حكي الحقيقة برأيك؟ لانه ما طالع يعمل معابلة شو لك؟ طالع باي باي طالع ممنوع شو صار من بعد المقابلة؟ خلص قال كل شي زياد شو صار؟ شو صار بالرأي العام؟ شو بدي بالرأي العام؟ التعناع الرأي العام معكم؟ ما بيهمنا هلا نحنا بالقضاء لا بس ما هي هي هيدا قضيتكم صارت قضية رأي عام صارت قضية قضاء نحنا بالقضاء نحنا عنا سيئة كل السيئة بالقضاء رح تربح إليسة هي نجمة أنصار لأبنه رح تربح إليسة أولا بالقضاء كم مرة ربحت إليسة دعو عليك؟ كنت ساببها. اي. اي بس هلأ هي. هلأ ما سبقيتها. هي عم تقص رأناها. هي عم تقص رأنا الغنية منها واخدنا الملكية. نحن المالكين. هاي اول شي. دعوة. في دعوة. انت كتضد ان اكتعطي الغنية رأي لسا. اكيد انا ما تصلحت معه ما بدي اعطيها. طمان لي زياد انه في بوادر خير من عندها. بعد بتمشي عدمانيته لزياد. اكيد. بالمستقرد. اكيد لانه زياد اخد عمل مشكل كبير لانه اه كذبت عليه وغادرته. ام. اكيد بمشي عدمانيته. لانه زياد طيب زياد علق معمرته من وراء الغنية. ام. زدتوها شوي. نا اصنيها كتير. زدتوها شوي. نا اصنيها كتير. بعد ما بلشت. ما بلشت. لا بس يفتع بس. المشكر كله بلش يولع من وراء انه ما زكرت اسمك. لا 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 كبرت كتير. اكبر من انه ينزكر اسمي. خلص ما بلشت بعد. ام. القصة بالقضاء ومنترك الموضوع للقضاء. ام. عشو ندمان بكل هيد القصة. بالعكس ما ندمان عشيه. نحنا نضعف. نحنا مدينا ايدنا للسلام. لقينا ايد صودة. ام. رجعنا غسلنا ايدنا وصحابنا ايدنا. يمكن مش فيه اشخاص لعبوا دور رجعوا واعوا قليسة. ما بتتذكري احمد شو قال عنيك. ما بتتذكري. بعد ما اخدت الغنية. اه. شو? بلاش. ما تذكري. بلاش. شو يعني بلاش? ولا ليرة اخد منها. وانا انا ارفع علي دعوة لما مدير اعمال. بس هل قد انت كرم عدرب. ما كرم عدرب. ما كرم عدرب. فيه صلح. انا ازا بدي اخد من اليس حق اغنية. بدي اخد تعويض اول شي. وعط له ضرر. بعدين بياخد حق اغنية. تعويض عشو? عالمحاكم اللي. ما انت غلطت معه. دفعت مصاري. بدي تعويض. ليه بدك المصاري. ما انت غلطت. يا حبيبي. ما غلطت. بشو غلطت. بس ماضي ما سبيتها. بشو غلطت. نشروا حريم امي انا. هلني وقفوا على انا اكتبت كلمة كيفة امك. في فترة رفع علي دعوة. بكيفة امك. وانا حريم عائلتي كله منشور. اه. عرفت علي. شو بدي ارفع دعوة عفان زات واهميين هي عم تحرقون. لعبتك كنت انا انفعل. هلأ اهدا زياد هداني. وبشكر شرق. خاص. لانه هدك. اه. ليه. لانه بلشت. هدك را تربحوا الدعوة. لا. 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 تما اتبهدل بقى. لانه انا دايما بيكون الحق معي بيصير الحق علي. ام. خلص. لانه زياد عامل معركة كرمالة. وكيف عم تتحمل كل الناس النعوط يلي عمين عطوك فيه. بلوكات. ام. طلعت حلوة قصة البلوكات. انا كنت فكرة سائلة بالاوقت. ام. بس بلوك. بس. وبعدها. بس بطلنا نرد صارتي توقع. صارتي توقع. ام. بس ما هي كمان ما كتير ردت. هي قارت انه. ايه. الدعوة اللي بعطتها هيدا الانزار هيدا لحالو هيدا. طبيعة تتحرك قانونيا. ايه قانونيا. انه غنية. انا المال. انا تنازل. انا عاملة سماع. اول شي. تاني الشي. شو ما عاملين له. نحنا المالكين. شو قارصني ايه. ايه غابة هيدا. شو قارصني. ع حقوق الملكية. نحنا المالكين. نحنا اللي منرفع دعوة عاللي بتقارصننا. لشو انا سارق لحن. زياد سرق لحن لمروان خوري. انا سرقت كلام لاني زر فرانسيس. منين قارصننا. من وين. من وين. بديه يتجاوبنا. شو سرقني له. اغنية تتويها. هي كتبتها. قارصني يعني انت عم تاخد حق فكرة من حدا. هي كتبتها. شو بدي بكلمة قارصني. انت عم افتع كلمة قارصني. بس اغنية تتويها. سجلتها. عم تحضر حالة. ما عطيها وصل. انا ما اخد وصل. انا عطينا مقابل انه تطلع تعتزر. تحكي. مش تعتزر خي. تطلع تحكي. حكي حلو. تقول. بشكر زياد برجي. يالي. خلاني اسمع اغنية. وهالاغنية كانت سبب. قارت. قارت زياد نوبل. وقارت. نوبل. والله انه حكيت 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 كتير حلو. نوبل. اوكي. اه. ومين كتب الغنية. وقارت بكيت. وقارت. عبرت كرشي. حساسي حساسي حرام. اه. ما انا حساسة. اه. كتير. وسامر رحماني اللي عطى رأيه. اه. بموضوعية بالعمل. قال انه يمكن. اه. وحكي عنكن بكل منيح. اه. طلعته. اه. طرع زياد. ورد. ليش? انت اليوم ازا انت اصدقاء. بس سؤال سؤال سؤال. شو حكي عنه بكل منيح. قال انه يمكن قال هو بيعرف زياد. وبيعرف ادي اخريه حلوة. وحكي يعني حكي عنه بالمنيح. وطولي قال انه احنا غلطنا. انه غلطتو بروتوكوليا. وطولي قال انه احنا ما قلنا حق. نوعا. اول شي نحنا قلنا حق. ام. ونحنا ما غلطنا. بس الاهم من كل هال. شو شغلته هو. هو بيمثل مين? مش بيمثل الشاعر والملحم بالساسام. ياللي بلبنان. ام. مش الساسام فرنسا اكيد. هي الجامعية اللي بتاعت العمومية. ما بعرف اللي هي. ام. اوكي. شو شغلته بيمثل الشاعر والملحم. يعني ازا حدها تعدع شاعر او ملحم. مفروض يطلع يدافع عن الشاعر وعن الملحم. ازا تعدع. ايه. يمكن هو منو ما اعتبر انه انتو. طلع دافع عن المطربة. ما يمكن هو منو ما اعتبر انه انتو متعدع. والفيرتو. ام. ياللي بيطلع على المسرح. وبدلعوا بعض. وبيغنزوا بعض. بيحبوا بعض ورفقه. ايه. وين الغلاط. يستقيل من الساسام. ويدافع عن اليساء. لانه هو منو محامي. اول شي. ما عارف شي بالقانون. طلع مثل اللي. رايح عامريكا. وعن بيقلهم. هون طريقة جديدة. من الاخر. ما عارف شي من شي. ما عارف شو الطبعة من الميكانيكة. من 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 الاداء العالم. بس هو 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 عم يحكي عن اخلائيات المهنة. لا ما حكي اخلائيات. حكي قانون. حكي قانون. حكي قانون. القانون بس بيمثله. الاستاذ سامير تابت. هو ممثل فرنسا باللبنان. وهو ممثل الساسام باللبنان. ما حدا بيقول له يفتح طبمه بالقانون غيره. ام. اوسامة طلعي بيط طناجر. حلوين. حلوين. الطناجر. اه. احمد اه. اليوم يعني عم تحكي عن اوسامة. يلي هو. شو هو. هو شو. امتداد ذا الرحيب. مين امتداد. انت فتح لي امتداد ومشيلي فيها من امتداد هو ابنه لمنصور عتم يعمل اهمة مسرحيات. اعمل ليلة امل. اعمل ليلة امل. انا امتداد لنزارة ابانى. زايةك انت عم تقول. كيف? من Entscheid. من اين انت عم تقول انت ابن ابني ابن منصور هو. ابن منصور. ابن منصور. اوسامة. منصور الرحبانى. يلي عنده بيرصيده اهم المؤلفات الموسيقية. شو حافظ له انت. لك شو شو حافظ له؟ اي غنية حافظ به ديها. مش متعرف ولا غنية لا. ماتعرف ولا غنية لا. ما تحكي معي الموزيع على اي شو غني ضربة. انا طب كارول اسميحها بعدها لليوم بغنه. بصباح الالفتة حرق دينا بها الغنية. هي بس غنت بس طلعت من قسامة الرحباني صارت تغني صارت مضربة. كانت عم بتحارب. هي ملنا صناعة. كانت عم بتحارب بالجيش. كانت بصباح الالفتة عم بتحارب بالجيش. هي بقى تواجه. دي عانا. بنت مثل الامر. صوت بعقد. عم كتير في فلسفة بالاغاني. ما عم يضرب لاشي. صارت عالمية. يا اخي عالمية وخمسين صارت مش عالمية. اه. اوكي. بس شو في بلبنان وبمصر وبتونس وبالمغرب ضرب لها. ولا شي. ولا شي. اه. بس يتركوا لو اسامة بيضربوا. كلهم. بس يتركوا. لانو بدن يعملهم فيروز. ما في حدا. فيروز خلصة راح. فيروز بعدها موجودة والله يطول بعمرة. وبس ينتهى عهد فيروز ما بيجي فيروز تاني. بعد عبد الحليم ما في عبد الحليم تاني. بعد وضيع ما في وضيع تاني. بس هو ولا مرة طرع قال انا بدي اعمل هبا فيروز. ولا مرة طرع قال هبا محال فيروز. ولا مرة غير ما قال انه ما حدا متل فيروز. يا اخي بيعمل ربع ساعة مقدمة. يعني لانا كنمت انا لاتبلش الغنية. لانت ربع ساعة. ام كلسوم هيك نحن نعمل البوم بغنية. dels آل بومين. مين ما بتحب اغاني هي بتواجه مع اسامة. ما حافز حرف منهم. ما حافز جيملي موسيةية. الغنية اللي عطاها اسامة لقل ليسا. الغنية اللي عطاها اسامة لقليسا. إحنا الشعر اللي موجودين الحقيقيين مش أنا يعلك شي خليني يقول أنا وزياد ما بدي يقول غيرنا أنا وزياد كم هيت عنا يا مرايتي اكرهتك أنا يا غالي علي شو عنده هيتات قصامر راح بلاني الإبداع شي وإنك تكون ابن مبدع شي تاني بابا 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 شو خاص بابا أنا أول ما بلشت بالشعر أكتر شي كنت خايف منه إني بعد البي إني ما أقدر إتخطى بي إني ما أقدر أوصل لمستوى بي مش إتخطى ما فيني إتخطى يعني يقوله إنه وين محمد ماضي وين أحمد ماضي لا بس صار يقوله بابا صار يفتخر فيه ارتحت حملة قيل إنك تكون ابن حدا مهم كتير حملة قيل إنك تكون ابن فنان كبير وتيجي أنت بدك تعمل فنان ما تشوه له يعني ما حبيت إليسة أنا ما حبيت إليسة من الآخر عمل لك إيه بغنية أسامة ما حبيت إليسة ما عرفتها شو الغنية أنا ما سمعت له غنية لأسامة وحفظتها أنا الغنية اللي بحبها بحفظها يعني ثلاث دقات أول ما سمعت أحفظتها أغاني سعد لمجرد غنية شكله مش موضوع بسيط أول ما سمعت أحفظتها والديو هو وإليسة ما حبيت صوت إليسة يعني قد أمه بالكليب ما ليبقين له بعض شو خص شو خص شلي اللي كليب شلي اللي كليب حكيني بالأغنية الأغنية رائعة رائعة الأغنية يعني حبيت صوتها حبيت صوت سعد والله العظيم مثل ما عام قلت العليل اللي عامله ساعد عامل إشي كتير حلو لخي طب ليه زياد ركت طي صالحك أنت وإليسة لا بتحب الله صوتها ولا بتحبها زياد بدي صالحك إنه طيب بس عشورك دين تصلحوه أنا مركزة تهيرة دي كانت أنا ما بركض أنا بضل قاعد وحيات أختي أنا إذا بد روح جيبه نمت كنترول عن التلفزيون ما قلي خلقهم جيبه بس شو هذا في الصلحة ما في صلحة ما صار صار في غدر شو كان هدفها شو كان هدفها عساس تطلع تحكي حكي حلو طلعت تجاهلتني يعني غدارة غدر هيدا إذا هبه تواجي بدي كلام منك وتعطيها مش ألحان أسامة ألحان مين زياد برجي ليه لنغير لستيل اللي عم تعمله لنجيبها لعنة لتضرب أغانية شوي هلا كل شي عملته هبه تواجي بطرف شي بعاد ما في شي ضارب هلا بند أنضحك عبعد انت ملك ما في ناجح شيلي علك كمزيع ما في ناجح لا أنا مزيح هلا لا أحكيني كمستمع شو دارب لك لا أنا مزيح بديت تسمعني أنا هلا طب hundred إخيي أنا هلا مزيح مش عبتسألني أنا باتسألك انت حافز من يمرايتي وحافز من كرتك أنا وحافز من يغالي علي وحافز من أنا بنسحضب بس ما حافز شي لا يبقى طاول جي بزحافة سمعنا يا خي مش عم نلعب لعبة الموزيع وبالضيف عم تقلب الأدوار هاي حقيقة في فنانين بيضوا وجه أباقهم وفي فنانين سودوا وجه أباقهم لأنه ما عملوا شي الأفضل كانوا كيف شفت إليسة واتغنيت غنيت حنى السكران لرياس الرحبان بليلة أمل إليسة تغني لفيروز هي أغانية تحفظهم على المسر وتغنين صح وأجيدة وين الغلط ما يد ياب بتغني لفيروز كلهم بيغنون لفيروز يا أخي بتنشز إليسة بأغانية فيروز بس بقى إي إلي غنيت حلو أنا ما سمعتها إنت سمعتها إنت ما سمعتها لا إليسة بدي أسمعها أنا أنا بسمع زياد برجي بس وفضل شاكر زياد هو الملحن زياد هو الملحن الوحيد اللي قدر يعمل فنان لا مروان خوري عام الفنان اللي بقله هنه اتنين مروان خوري وزياد هنه عبوا محلهم سليم عصاف سليم ما حبه يقول له المغنى بصراحة حبه يقول له التلحين ما عنده كاريز مثل مطرب يعني ما تقبلوا الناس بس عنده أغاني ده رابط لا غلى أغانية البرز سليم ملحن حلو وبيكتب حلو عرفت عليه بس كمطرب ما ما زهب طمعا يخيش ونتحق ع بعض رفيقه وبحبه لسليم بتحكي انت ويا لا بس انه يعني ما يعني ليه ولا مرة بنشوفكن عم تشتغلوا سوا انت اين انا ويا مو بيكتب بلحن ليه شو بدي يشتغل بو إزا وزياد بيكتب بلحن بس زياد قليل ما يكتب زياد بده يتفرغ لل للتلحين كان هلا عم يتفرغ للمغنى أكتر من التلحين حتى اللي الزياد اللي بيكتبون بيعشبوك كتير وانا استغربت بس زياد بلحن يشتغل معي بس قال لي شو عامل هو هو كتب ما كنت عارف انه هو كتب انا قلبي عليك ووالله ورجعت ان توقيا قلبي بس احرفت انه كتب الأغاني اللي شو عام يعمل معي بيكتب بيكتب حلو حلو كمانا مش شوي عم تحكينا عن حكينا عن الامتداد الفني نزع عشت كيف قلتلك الامتداد اليوم عاصر حلانة عنده امتداد فني اللي هو الوليد وعنده ماريتا منه امتداد الامتداد انت عم تحكي بأرشيف فيروز امتداد عاصر انه ولاده بيغنه متل ما هو عم بيغني عم بيغنه ولاده كيف بتشوفهم لقلك شي مهضو مين بس منه عاصر يعني الوليد عم بيغني حلو عرفت علي ومريدتا عم بيغني حلو بس منه عاصر ما عم بيقلده عاصر هيدا صاح يا اخي عم يعملوا اشياء حلوية بس هلأ السكة متعبة يعني اللي يقلقوا مضبوط عرفت علي بده تخلص هال يعني ما فيك تحكم ع حدا هلأ عم ينزل اعمال صحيحة يعني اغانية وشرعية عرفت علي بموجة عم تضرب اغانية يعني الهابطة وعم تضرب ايهن الاغانية الهابطة يعني عم يضربوا عم يضربوا المثبات عم يضرب كل شي شو السبب الموجة موجة الحروب هيدا موجة الحروب اللي صايت حوالينا والناس حين وكلو عم بتصير سقافة مش سقافتنا عم بتفوت علينا بس ها هي السبب برأيك هاي دايما كل فترة بتصير وبتزول بتروح ايه اكيد يعني بس تجلس هورفة دينير رح يزولو يا بيزولو يا بيجلسو يا بيغيرو مين جلس منن عم بيجلسو هلا انا مثلا مهند حبايت له غنيته جديدة سارة حبايت له غنيه نزلتها سارة اللي بتغني طبع الواطر صارة صارة زكريا ايه حبايت له غنيت وديع الشيخ حبايت له الغنيه اللي نزلها مؤخرا للمعلم ليش صحيح انه وديع الشيخ طلب منه غنيه ومعطيته لا مش مزبوط على حاليه مرة سئلت عنه مسألوني قلت ما بيكتب هاللون انا عرفت ما كنت عارفه ما كنت عارف شي عنه بس سامع رديات هيك على المسلح بس لما صاروا ينزلوا اغاني الشباب بيغنوا يا اخي عندهم اصوات انا استغربت انه ليه عم بيغنوا هاللون انا ضد اللون اللي عم بيغنوا بس مش ضد صوتهم عندهم قدرات صوتية بس انا منو هيدا لوني انا لوني انه جلسوا انتو فيكن نحن بيحاجة لأصوات حلوة نحن بيحاجة لناس تغني حلو صوت واجلس اه طبعا ومهند حلو صوته وصارة حلو صوت صارة اه بالاغاني الشجان ما بتقول هايدي المغنية هوا الاغاني اللي فيهم مسلا طب ليش العالم عم بتحب هيدا اللون يا اخي اذا بتجي لقالي مسلا يعني ليل انا بعد تروح اسمع انا ضد هاللون بس بيستوعبهم انو بدون يشتغلوا يعني عم تلالوا مصاري بس الجمهور ليش عم بيحب غنية فيها انت واطي وانت موارك مين هو الجمهور جمهور دي كلابس مين هو هلا بهالاوقات هايدي الجمهور جمهور الحروب وجمهور يعني الاتلاثة رباع شبابنا صاروا برا يعني جمهور بلا سقافة يعني جمهور بلا سقافة اللي بيسمعها الاغاني عكيد بلا سقافة عم نحكي عنو ولاد الفنانين وعم بتقلي كنت انو كان كل هدفاك ولادك ما يحرجوك هل الولاد لا ما احرج باي انا ما عندي ولاد الولاد ما يحرجوا باي هل الولاد راغب علامة احرجوه بطارح بالعكس انا ما عرفت انا لها الحملة الكبيرة انا عملت عليهم يعني ابن راغب عم بيشتغل فاشن الزلامة عم بيشتغل بالازياء عم بيشتغل شي اه شي يعني قلو الفخر باي انو يفتخر فيه هاي المودة بالزمانات باي كان يلبس شارلستون انو شو معناته كان دارج هيك هاي دزلنا عم بيقدم لا دعايات لبراندات عالمية اوكي شو بده يفرض عليهم شو بده يلبس ليش هنائد الكبير صار شو عمل وان الغلطة الكبيرة صارت وابنه دقوا بابنه يعني عرفتها ليه لا انا ضد لشها الشخصية انا ضدها كليا كليا لو ابن راغب غنى وما عجبني صوته بيقلك ضد انو ابن راغب غنى عرفتها ليه بس شو لبس شو عمل هاي دا شو عم بيسيبه بحياته الشخصية ما حدا يدخل فيها ما حدا قاله فيها انا صفخرة ليه بتهجمه ما بهجمه ما بهجمه عم بيجرب قدمة فيه حافز على قرص بي حافز ليش شو هو بيعرف يغنى ليه حافز ما ضروري بالمغنى ليش بعدين ما اعتبره ليه ما اعتبره ما بيعرفي غنى ما ببنشز كل المغنى انا شاية وبيبهدل العالم بيطلع ببهدل ناس لهم وزنهم بالفن مبتل عايب فيه اسامي يعني مثل صفوح شخ غالة غولت معه بالزمنات وهو شاعر صار له زمن بسوريا انا بعرف يعني كنت انتبهله بالسوشال ميديا اشياء عايب انا مثلا بصير معي مشكل برد عشي صار معي بس ما بروح بحكي بقسم بايب بهدله وبصير بهين العالم برك هو فيه كمان فنانين عم بيغنوله اهاني بايو بايو شو خصوه ببايو بايو اله 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 عم بحافظ على الارس ما هو يا فيه نقابات بتحافظ له لبايو مثل ما اليوم اه اسامة عم بحافظ على ارس الرحابنة او ريما رحابنة اسامة بالزمنات وقفلة حفلة لفيروز كرمال عم تغني غنيه لبايو ايها ارس عم بحافظ عليه عم بحافظ ريما وقت غنيت مايا انزعجت مثلا اغاني فيروز اه حقه تنزعج وتعترض قانونيا اذا طلع لها ايه بس ما تطلع تغني مم ما غنيت ريما مم واسامة هلأ مع كل الخلافات ما غنى بس كمان اذا ما بلاحم بيكون لا ما غنى بس انه بس في كتير بس اوقات اسامة بيسمح لانيس تغني اغاني فيروز عن مسرح تابعه من تلحبة او اليسة اللي بيهمه امرا ايه واذا حالا بيغنيهم بروح بيوقفهم بتحت اشراف وعم بيغنون صح اذا واحد جدة تغني لفيروز بيصير هلأ اسامة شو قلو باغاني فيروز قلو باغاني بايو عرفتلي واغاني بايو اصم منن وقصم في زياد وقصم في لفليمون وقصم في لزكي نصيف وقصم عرفتلي فيروز مش بس لأسامة ومش بس لمنصور ليش فارس كرم زاعل منك بعد حلقتك مع هشام حدار ما بعرف اذا زاعل انا قلت رأيه صراحة ليه زاعل منك بالكوالي اسألوا لانه زاعل هلا يمكن زاعل لانه صديقه بس انا قلت رأيه بكل شفافية انا خيه وحبيبي انا ما في مصلح يتعامل بينك وبين فارس مع ميريام معقول يصير فيه شغل ليه بالعكس ما انا عطول بيشتغل مع فارس بيشتغل مع ميريام بوي انا ما عم تشتغل ليه دايب الشيلي مع فارس لا خيه ما خاس اعوذ بالله انت شايفني هيك بحياتك عم بسألك دايما انت بسألوها ده امرار السؤال السخيف بس انا لو ايلي مصلحة لو مصلحجي بزعل راغب وبزعل الاليسة وبزعل فلان ما بزعل حدا كنه ما عم ترجع تندمع كل زعل راغب لانه راغب انا اغلط معه ام اوكي اليسة انا ندمه لانه عطيت الغنية هلا اليسة بس هايفة Ahmed لا ما ندمه ما ندمه على هايفة قلتلك هايفة قلبها طيب مشكرة اللي acceleration كنت انا اغلطي وغلط عرفت عليها ما ندمه بس انه كنت بعمر غلط هلا قلتلي هايفة اللي كتبت اكيد خلطتك عليها اليسة لا مشكل هيفا مشت مشكلة مع التويت هو تجدد المشكل هيفا مشكل اساسي قديم كان ما خصه بالتويت فارس كرم شو بدك فيه يا خي حرجني بالسؤال انا اتنان اصدقائي اوكي ولكن انا ما بتقبل اي حدا يحكي شي خاص على بنت كان بعلاقة فيها بحياته او ما كان بعلاقة هو عم بقول انت مرة ما حكيت شي خاص عنه لسه انا لشو انا كنت مصحبة لا يليس لا ما ضروري بس مجمع تقول ان كان مسحبة او مش مسحبة انت مرة ما حكيت شي خاص عنه ابدا ما هتيتها بشي شو بشفتها يعني ما بعرف شو خاص هيدا ده منو خاص هيدا يا خي شفتها وبغير متل ما انت بتعرف ذكرني بتويتاتك موجودين انا بدي ذكرت ذكرني لكن خاص هو انه انا 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 ما بعرف شو مشكلته هو واميريام بس سألني انا كنت قاري شي قريته انه غلطت ميريام غلطت ميريام غلطت ميريام مع فارس يا اخي روء غلطت ميريام مع فارس او فارس غلط مع ميريام غلط اكتر فارس هلأ ميريام هو ما بعرف كيف صارت هلأ ميريام جابت له حفلة قالولي وقاله زغرت له صورته مع العلم عم بقوله لا مش مزبوطة هالخابريان بين اي وبين لا انا ما بعرف شو المشكلة بس قصة انه تجيب له حفلة هايدة بالنسبة لالي ما فيها اي غلط بالعكس هيدا شي صحة انه المطربين بس هيدا مش عرض عضلات برأيك على الهواء انه انا نينيت النجوم اي مالانت نينيت النجوم اي مالانت نينيت النجوم ورجع هو بجيب له حفلة تاني وانا مش فيه انت هلأ زياد اذا جب له غنية بيطلع بيقول جبت له غنية لا احمد ماضي او انت اذا جبت كيف يعني جبلة غنية؟ قال لك مسلا تنقول بدل ما يحكي هالشاعر حكيك لا لك زياد بحكي مع غيري بركي مسلا فنان بركي ممنوع ليش احتكار صرته لا هي احتكار لأقل لك شي هيدا العشق الممنوع زياد ما بيشتغل مع غيري يا انا يا هو يعني زياد بس نختلف انا ويا حتى اذا صار شي انا بالزمانات مثلا كتب هو وما اشتغل مع غيري حصيت حالي انا كاتب خاصة بغنية نانسي عم بتعلق فيك انا حاصة حالي كاتب غنية سوحة منك لا 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 نحنا صار فيه انا وزياد هيدا الكامستري صار فيه تقطيع هاي كلمة كلمة كامستري لانه هي اخترعت العلوم وهي اخترعت الرياضيات وهي اخترعت تاريخ والجغرافيا خليها تحكي انجليزي صح بالاول وتحكي فرنسي صح بالاول بتحفظ كلمة كل السنة بتظلم لازقها عليها كل السنة يعني بس تخلص السنة بنعمل لها عيد ميلاد للكلمة اذا زياد ايش اشتغل معا علي المولا اول مش كلمة اشتغل معا ما اشتغل معا ومش الحان زياد الحان محمود تزعل؟ اي عمل ناجح لزياد بيفرح لي قلبي عند الدنيا ليك زياد بس انت ما بتحب كتبات علي المولا؟ مش ما بحب انا عندي نقد ببعض الافكار تعيته فيه فلسفة وفيه شي خارج عن الطبيعة انا ما بحب الخارج عن الطبيعة انا السلوب السهل الممتنع انا الكلمة بكتبها بتنفهم من اول مقولة بتنعرف يعني ما بس اغانية عم تضرب واغانية عم تحفظ وعم يغنوا العالم ما فيه اغاني بتضرب كتير مش شرط يعني كتب لا نصيف كتب لا ادرم ادهم كلام علي المولا هو يالي صنع ما عمقول انا ضده ما عمقول مني مقاما فيك شاعر بس اسلوبه ما بيقني مثل مروان خوري ببعشق كلامه سمعت غنية صابر رباعي سمعت غنية صابر رباعي انت بتسمع على لنقول بتحب فيروز بتحب عبدالحليم ما بتحب انجلسون مين قلوا معنا زوق هيدا الصوت هيدا بتحبه غير هيدا اسلوبه ما بيشبهني وانا بالنسبة للي عندي انت قضيت عكتير اغانية عاملة سمعت غنية صابر رباعي ليه بتحكي عن التجميل قالولي عنه وعارضوها كتير يا اخي ما هيدا هو اللي عم نحكي عنه فيه كتير اشياء مثلا بيحاول عارض المجتمعين عارض الاشياء المألوفة يعني يا بتفكر يا بتحس ما فيك توقف بالنص يا اخي عطول بوقف بالنص أنا ما فيني يا اخي توقف بالنص ما بتزغر انت عطول توقف بالنص اجيد انت عم تفكر بتحس وانت عم تحس بتفكر ما بتزغر بس هو كمان فيكون مقصده انه اوقات لما الحب بينعمل واحد بتطري يقدر بيصير بس بقلبه تتمنى تتمنى بس انت عطول وقف بالنص تتمنى ما توقف بالنص تتمنى واكتر ناس عارفوا الصح هن اللي عاملوا الغلط كمان مش ممتقي لا غلطة واحدة مسموحة تاني غلطة بيقولوله حمار ما غير غلطة يعني اللي بيعمل كذا يعني اغلاط تانية عم يغلط بعض لو عرف الصح انت منعك عامل اغلاط ما هي زيتا ما هي اكتر ناس اللي عرفوا الصح بس ما عرفت له الصح ما عرفت الصح انا كل مرحلة من عمر شو الاغلاط يلي عملها مراحل عمر كلنا عنا مراحل عمر متعلم منا مرحلة بتكون مع اهلك مفاهما مزبوط مرحلة مع حبيب مع الحب مرحلة مع الاصحاب مرحلة مع البلد اللي عايش فيها بتنخنق منها واخر مرحلة مع نفسك نجومية قريسة كلها وهمية 80% 80% وهمية خليني انا اعطيها زيادة بتشوفها بالحفلات قدير بيكون في عندها شمهور صفر بالحفلة على المسرح يا بتصحط هي يا بيصحط صوتها وبستيديو المطري بالحقيقة بياخد عشر دقايق لا يشوت الغنية قليسة بتاخد نهار كامل لا تسجل الغنية تتقدم بازل 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 بتركبها تركيب بس افضل مين بيتسمع له البوم وانضف البومات لا انه بيحترق عرض اللي عم يشتغلوا ما علي طلعوا البوم حلو بالماضي فارس كندر تهمها انه مش هي حطيت صوتها على الغنية اه ما بعتقد لك انا بحبه لفارس بس هاي ما بعتقد لانه انا كنت معها يا مرايتي وكنت معها كرهتك لا كرهتك انا ما كنت معها بس صوتها بس منطفينه كتير انت هاي الغنية كرهتك كتبتلا ايها عنك لا يا خي تهيض غنيلك ايها يعني اه 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 انا كتبتلا تغنيلي انا كتبتلا تكرهني كده محظوم انت نبيل خوري تنرجع على نبيل انا اول ما بلش بالفن اجا لعندي اجا لعندي وانا شجعته وانا شطلت معه حتى كزا غنية عملنا غنية لاميريام عام السكة محظومة مضبوط انك تعتبره مأثر بزياد اكيد كتير انا كنت قلله لنابيل انت مأثر بزياد يضحك بس مش غلط شخص اللي بيتأثر بشخص ناني ما بينجح ما بيعمل هوية واضحة لقلقه يعني انت بتعلي مأثر غير مقتبس يعني اني عرفت علي مأثر مش غلط يتأثر في ملحنين مأثرين بعبدالبهار في ملحنين مأثرين ببليغ مش غلط تب ليش في زياد زياد صار 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 تخطى ملحن عادي زياد بتخاف تنتهي احمد ما بنتهي بس اتجوزوا انتهي بس فيه أشخاص عم نشوفهم عم نشوفهم بركود يعني بغياب بعدم سمير صفير شبع بيكون وقرف كمان انت بعد ما قرفت انا قرفت بس مش شبعتش وانا عامل مليارات بس بعدنا انا انه قرفت من الناس الغلط هيسم الزياد وين هيسم بعده موجود موجود بس وين ليه ما عم نشوفك غزارة بالأعمال هيدا مقصد ليش مين في عنده غزارة على المولى بيكون غير مسلسلات شو يعني مسلسلات يعني غزارة يا اخي عن بيق هو المسلسلات زياد عنده كتير أعمار بس ما في غزارة بالسوق نحنا عنا هلا صلى فترة هلا هلا ماشي موجة غريبة نحنا عم نحارب بالقوة نحنا لنقلس فارس عنده غزارة يا ما في غزارة الغزارة ايام مكان الانتاج هلا ما في انتاج يا اخي نزار فرانسيس بحبه انا نزار كنت اتأثر بكذا اغنية لو انت بشيت وبيكت الورد اكتبت ممنونك انا من بعدها قد ما تأثرت فيها ايه بس صلوا فترة ما عم يكتب شي استيز يا نزار ما حدا استيز يا اخي تعتبره هو استيز الشعراء ما حدا استيز الشعراء ما حدا استيز الشعراء كل حدا له بصمته كل حدا له ناس بتحبه بس نزار تاريخ نزار قباني اصدق وفرانسيس كمان اهم اغاني بيه استيز انا بيعتبره مرجعي بيه حمد ماضي بيه عامل عامل خمسة وعشرين سنة العالم العربي كلهم زلزلوا من الليل الليل يا ويل من سميرة توفيق لصباح لا 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 اهم اغاني فضل حتى عصر الاجيال بابا من جيل لجيل وبابا بعز دين شهرته اعتزل يعني حتى ما اعتزل كليا يعني ايه كيف ليش احمد ماضي بيطلع بدافع عن شخص الدولة مع تبريتو مجرم يعني كلي شوية هلأ صرت مقطع لي فضل شاكر كذا مرة اه ليش يا اخي الدولة مع تبريتو مجرم الدولة طالبته بتحقيق عنده مشكلة مع الدولة اوكي ليش معه بيروح انا معه مدافع عن مشكله مع الدولة ما زاله بريء ليه معه بيروح يا خي ما خصني انا بحياته الخاصة ما خصني ازابي عن شو عم بتدافع عنه انا معه مدافع عنه انا زلمي بحبه الفضل ما بيقتل قصته عم يتحاكم على الحاكة اللي قاله اوكي وطالت ازا بدوني حاكمه تحاكم بالنسبة للي يعني هاي القاعدة اللي قعادوا ايها خلاص دمروا يعني نفسيا ففنان هيدا نحنا كلنا بحاجة لصوته وقف ضد جيش بلدك يا خي صارت معركة بين الجيش وبين فضل اوكي وصارت انه هو شي طبيعي يعني صارت المعركة بين الجيش يا اخر صارت معركة يا خي صارت معركة انا ضد ان اي حدا يرفع يرفع سلاح على الجيش بس انا متأكد انه لما صارت المعركة كيف صارت ما بعرف متأكد انه لانه انا فضل قال لي متأكد انه كان نايم الزلمة وما خصه ولا قوس ولا عامل شي ما صدق كيف فل من هوني كان فضل من مالو اختصاص بسلاح يا اخي هاي كلها هاي تسليك هان هتو انجر بس يعني بصراحة انه الصور والفدوية اللي كنا نشوفهم يا اخي ينجر وفي كتير فنانين ينجروا طائفيا بس صارت انه راح عموجة تشوهت هيدا الموجة بعدا انت متدين لا انا متدين غير المتدينين انا بقامن بالله بقامن بالكتاب ما بقامن بالرجال الدين وما بقامن بالاحاديث يعني بتقامن بالله وبالقرآن بس ما بتقامن برجال الدين ولا احاديث ولا اي شي غير القرآن وبتطبق كل شي بي نقال بالكتاب المقدس ما بقدر طبق كل شي انا بالنهاية انا خطاء عندي اخطائي يعني انه انسان بغلط وبصيب وبغلط يعني بحاول قدم افريقيا انت دينك ضد الموساكنة كيف كيف عشت الموساكنة مخص ديني بالموساكنة ما كل شي بعمله انا بكون حلال وما كل شي انه انا بعرف انه الله بيخفر لي اشياء انه ما زال انا من جوها نيتي كيف كانت انه هالانسانة حاببة عشت معا كانت النواية نظيفة الله بيقرأ قلوب ليش عشت موساكنة ما تجوزت لو جوزت كنت طلقت ما هي جوزت وطلعت مش عشت جوزت وطلعت هيدا غير زواج بس انه ليش ما هات ما هات ما انت شرك انا مساكنة يعني عشت فترة طويلة لحالي انا من الواحد والعشرين عايش لحالي فببتب اجباري يعيش مساكنة الواحد من فترة لفترة لا يتصير انه ينجح بزواج ما نجحنا مشكلة منك يمكن عقلتك صعبين يمكن انا بقول قدر قدر ايه ما في نصيب انه يصير خلص لو الله كاتب بده يصير لانه في اشخاص كنت متوقع انه اللي تزواجت وطلقتت منت الشهور ما تحملتك يعني لهيك طلقت هي طلقتك ولا انت طلقت بس شو شو ما تحملتني ما تحملتك ولا انت ما تحملت خنت لا انا ما بخن بسكم انا بسكم حدا ما بخن بس لما اترك دغري بخن شو بدي بس تترك تركت ما هيبطر يتخييني بفيش خلاح سريع شو سبب خلافكن يعني ما بتحكي عنه ليه بتخطي تحكي عنه انا ما تحملت الحياة الزوجية اختنقت ليش ما قدرت لان انت ما تحملتها ما تحملت الحياة الزوجية حطت لك دوابط ما انك معود عليها ما حدا بحطلت دوابط ما هي مش اكتبت لا يا اخي لا لا مرتحت ما زبطت كنت عم جرب ما زبطت كنت عم تجرب وما زبطت منتشور تجربة منتشور ما تعرفته قبل ما هي لو تعرفها بفترة طويلة كان افضل كانت صحية اكتر ترجع بتتجوز مرة تانية ولا اللي بجرب مرة ما بيعود يجرب يعني انا لك انا يمكن كان هذا في الحياة انه بعمر من الاعمار انه كنت حابب اعمل عائلة بعمر معين رافق ولادي بس يكبره وعيش معنا بس هلأ الزواج انا بحس انه اهم شي بالزواج هو الولاد عرفتها لي اه لا اجيب ولد بهيك بلد بده وقت كتير عرفتها لي فالزواج اكيد شايله من راسي مش مش موضوع ببرة بالغرب في ناس اذا نسافر انا لا ما مضطر اذا الله سامحلي ان يكون بالشرع عم يجيب الولد انا ليه بدي اجيبه بالحرام ام انه شو بيمنع ان يتزوج بالشرع عندك كيود للمرأة يعني يلي بيحطها الدين انه لا المرأة المرأة شو هني كيودك كيود ايه عندي كيود شو هني الدين يا خي بيقول لح تتحجب انا ما بدي المرأة تتحجب انت ضد الحجاب ما ما بحب الحجاب المسألة سياسية انت مع انا بالنسبة لحجاب يعني انه موجود بكل الاديان وما عم بفهمه انه ليه نوين بكل الاديان بكل الاديان اي دين بعدهم متبعوا غير الدين مسحية عندهم الحجاب الراهبة طيب الراهبة بتفوت على دير بتوعهم اي 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 الحجاب احنا عنا مطلق عندكم بس موجود عند الدروز موجود عند اليهود موجود 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 يعني انا بحسه كأنه تراس اكتر تراس ما بدي يفوت به عني اش مني 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 ضليع بالدين بس انا كاحمد ما بحب انه مرتك تتحجب شو بتحب لا تتحجب ولا تشلح يعني انه تكون محترم شو قيودك يعني قيودة ايه شرق انا شرق ايه ايه طبعا عرفت علي ما في رفيق ايه رايح عند رفيق عندي رفيق ما فيها اجرع اجرق ما في اجرع اجرق وما في رفيق نكسر له اجرع اه ما في رفيق ما في رفيق يعني محاصر لا منك مع هاي دا الحرية اللي بتكتب عنها رفقة اللي بتصير رفقة العقلية انه رفيقنا ومرتو اوكي رفيقنا التاني وانت فيك تروح عند رفيقتك لا اه كمان بس بالشغل ما خاصة الشغل خاص شغل بروح عند فناني بروح عند غيرها بروح بس مش علاقة خاصة بتنتهي بس يكون في علاقة خاصة علاقات طيشي قصدين علاقات نزوات نزوات مش هيك داين 8 شهر انا ما داينت 8 شهر بس انا اتحملت 8 شهر انا داينت شهرين امن تاريش اهلك احمد ماضي طيب الشخص يلي متحرر نوعا ما صح ايه وعايش الدين ع حسابك لا مش ع حسابي خيل ع طريقتك ما بتتبع رجال دين على الكتاب على الكتاب يعني لك لا لك شي انا قريت الانجيل قريت الكرآن بقرة كتير بحب طالع اكتشفت انه الكتب الفرق بيناتهم شعرة رجال الدين هني اللي بعدونا بكل دين في مية طائفة سياسات يا اخي لا غير ما هو رجل الدين رجل الدين هو اللي بزقف لرجل السياسة ماها هي وشو بيغير له لرجل السياسة عبر العصور نحنا عم نتبع بس سؤال طبيات المجتمع يعني انت مثلا مع المساكنة قديت المساكنة يعني مع المساكنة اكيد مع الجنس قبل الزواج كونك مع المساكنة اكيد باركي طلعت غير يعني باركي بس انا جوزت وحدة مثل الامر وكانت باردي مسلا بين كل الضرب طلقة تاني اكيد بس هولي غير محللين دينيا اكيد عند جميع الأديان يعني عرفت كين اي اه ما بشجع عليهم بس هولي صحيين اكتر من انك تتزوج وتتهور ضد الحجاب هاي دول طبيات المجتمع انا ما بحب اي ضد اوكي ما بتحبي يعني ضد الحجاب المسيين الجنسية ما اللي خصة فيهم يعني حرية شخصية اه اكيد ما اللي فيهم ما لك فيهم مجال طول ما هني ما عم يتعرضوا لي انا ما اللي فيهم عرفت علي اي حدا عندك اصدقاء هيك ايه طبعا تتعبنون مش اصدقاء عندي ما عارف انا اصدقاء اقلال عرفت علي عندي ما عارف وبتقبلهم اكيد زواج القاصرة ضدوا انا حتى انا عندي ناعد بقصة الدين انه في كتير اشياء اه فواتوها لا يسمحوا لانه يتجوزوا قاصرات عرفت علي لا انا ضد ضد زواج القاصرات البنت لما يكون مثلا بعمر 13 14 15 هيا بعدها ما بتعرف شو بدت هيا بعدها عمر 12 لما عطر ما تكون عارف شو بدت لا هلا تعرف عقل 18 صاري صاري خلينا عقل 15 هيا فيها هيا فيها شي لا ما غضل تطرتني بالقاصرات بعد 18 ما لنا قاصرة انت تكب بيتها بعد 18 واذا طبق 18 مش قاصرة اكيد مغروم اليوم لا مرحك مغروم لا أبدا شو يعني دراما كتبت عم تكون ما ضروري بس انه لا مغروم ولا دراما بتصالح مع حالي هكسلين الفنرين يلي وقفوا مع مساء مع إليسة ضدكن تاروح موضوع تاني نادين نجام ورجعت عن غلطة كيف يعني رجعت عن غلطة يعني وضحت وضحت انه هي ما عارفة وما عارفة شي بالقانون اي وين رجعت عن غلطة يا أخي وضحت خلص هي طلعت قالت أنا ماني فهميني لشو عاملين مشكر وهي ما فهميني شو قالت كمان هي قالت شي ما فهمينتو عم تقول شقة وارد عليا أحلى رد يعني ما عقول لي عطيك الشقة ويخلي المطبخ ايش ظلطة لش هي المسلسل بيصير ملكة بس تمثل فيه لا بس هي ما عملي تاني مقارن ما هذا حق فكري وهذا حق فكري وفكري بسلم عليها بس المسلسل بيصير بس المسلسل بيصير ملكة المنتج يعني الكاتب اللي كتب هالمسلسل ما بيقدير يرجع بيها المسلسل مرة تانية ما بعرف أنا بصراحة لا هي هي لك ومشكلتها أنا ما بعرف بتفاصيل دومانا هي فاتت بتفاصيل ما بتعرف فيها فأنا هلأ ما بجاوبك عشي ما بعرفوه بجوجل جوجلي بعدين جاوبة كرمال ما تصغري قدام جمهورك خلط سيرين عبد النور قارت إنه بتحب الغنية بالصوتين سيرين مسالمة سيرين 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 في صداقة من زمان بعرفها واشتغلت أنا وياها لا سيرين ما شفت منها بتاريخ حياتي هالمخلوقة بالوسط شي سلبي ما شفت لها مشاكل مع حدا ما شفت لها نائد سلبي لحدا ولا مرة لا ما بيعتقد هيفا يلي وقفت كمان مع إليسا ومع زياد هي وقفت مع السلم إنه بتتمنى أنه يتصالحه صح حقها هيدا رأي شخصي ما زال هي ما غلطت وقالت شي غلط حقها فيها تحب الغنية بصوت إليسا فيها تكون مع إليسا بس ما تقول ما بيحق لزياد يغنيها ليش نصحت إليسا بالقاتل زيل كبرت شو كبرت هلا سات تشبه مليسا ع كبيرة مليسا ع كبيرة بس مليسا أحلى أكيد ما مليسا أكبر من إليسا لا أصغر ما قلت لك ع كبيرة كيف يعني ما فهمت هات هلا هاي بالعملية التجميل اللي عملتهم مؤخرا ما بتشبه إليسا طالع أنا والله معرفتها بالصورة هي وزيادة معقول تدعم مليسا كانت انتاج جان صريبة الله يرحمه لها محاربة مليسا ما تحكيني هلا عن حدا صار بي يدرب العالمين أنا ما عم بحكيك عن هاي ده معقول تدعم انت مليسا لا ما عم بدعم مليسا عم يقولك الشكل 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 اليوم معقول تدعم مليسا هيك بيتعبه لك تعطيها كلام وأغاني أنا أدعمها كيف أدعمها يعني تعطيها أغاني حلوين يعني إذا أجت بدأ تاخد غنية بكون عم بدعمها يعني مش إذا أجت إذا أنت شلت التليفون وقلت له عندي غنية أنا بشيل تليفون لأ مطرب بقل له عندي غنية إذا متخيلوا لأ هاي المطرب بغنية إذا صديقي إيه إذا في صداقة بينه وبينه إيه يعني نعم مين بتشيل التليفون لا آدم مثلا لا نصيف مثلا يعني بحبه يعني فيه خشبه ده راغب إن شاء الله قريبا من منشيل التليفون ونقل له فيه أغاني قلبه طيب راغب يعني رح تصفى القلوب هيدا أول مشكلة بيصير بينه بنراغب بعد ما بعرف زالبه طيب صرت كذا مرة حكي عنه بنمنيح لمعابلات لك وهلأ هلأ إن شاء الله عم نسعى لأنه يصير صلح قريبا بعد ما صفيت صفيت القلوب وقريبا تواصلته؟ ما تواصلنا بس زياد عميس على يصير صلح بينه وبين راغب وأنا مرحب بالفكرة ما بعرف من عند راغب شو صار بس أكيد بيكون مرحب بالفكرة أنت مرحب بالفكرة أو بتتمنى؟ بتمنى فوت عالجاني بتمنى أهلي يضلوا بخاف عرفت علي؟ أنا مرحب بالفكرة لأنه أنا ضد أي شيء أنا أغلط بحق حدا فيه وما أتراجع عن الغلط، يعني ما أرجع عن الغلط، أنا بقول لك هون غلطت برجع عن الغلط بعلامة مش أكبر من أليسة؟ رجال مرحب أكبر الرجال المرأة بعد الأربعين بتبطل تخلف الرجال بقول لك خلفها تسعين شو خاصها فنية؟ شو خاصها فنية؟ هي المرأة بتخطير بعد الأربعين الرجال ما بيخطير بيجوهر بعد الأربعين من بتنصح غير أليسة تعتزل؟ كل اللي صار لهم دهر حاكمين الساحة خلاص يتركوا فيه يعني مثلا يا أخي شاميطة معك ولا إسم كله ما بدك تختلف معهم إلا إليسة شو هالسؤال اللي ترقتني هيدا؟ هيدا بتشيله ما حكف شو يلا ما رح كفي هيدا شو يلطصني هلأ انت بعد وقعد بالفق لقد رقعنا في الفق شو يالا بإنسان نا ما حشيله ما حقول ما رح شيله دمره ما بقى فيه عنا حدا اسم قلت الكلب اسم شيله شيله اسم ما في اسم أحمد ماضي أحمد ماضي أحمد ماضي اسم أحمد ماضي بتصير بك تعتزل يا أحمد أه بعتزل منك اسم أنا قلت فناني لأن أنت رجال رجال ما بيكبر بخصر جولي الرجال ما بيكبر يلا تفضل شو ها إليسة أكيد إليسة 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 معي مجموعة مطلوبات يعني هيدا نصيحة عن حقد أكيد لا هيدا شيله كله ما رح شيله لا ما رح شيله أنا ما بشيل أسئلة أصلا لازم أختم أنا ما بشيل أسئلة وحيات أهلك بتشيله ما رح شيله لا يلا قلت سألت خلصني في أسئلة كتير قلتن هلأ مش رح خلصت فوت ع غيره وحيات خلصت أنا بدي أختم ما عندك حدا تنصحه بالقاتزين والله وحيات الله مش رح شيله تعافيت ورح شيل السؤال بدي أقل لك أنه برسيره وجودك بحيات أهلك شيله ما حشيل السؤال خلص بس أنت بتنصح إليسا أنت مين أصدر ما بعرف أنه كلهم من أعمار إليسا لا ما كلهم أكبر وحدي إليسا فيهم أكبر وحدي بالأعمار إليسا أكبر عم بحكي أنا أكبر وحدي فيهم إليسا مين في أكبر إلي أنت أنا ما شغلت إفهم بالأعمار إنت إنت لعب تفهم بالأعمار انت معك اعماره وسجلاته واخراج قادر عائلة تبعه على كل حال لو ما يعتزله لقالك نحكي الحقيقة ما بدنا نقض شو هدا السؤال بس انا فيه شغلة مقهور منها هالبرامج اللي عم تنعمل عم يطلع المطرب ياخد الاضاءة كلها بيطلعوا اهم اصوات وغيراته بيطلعوا اهم اصوات عم بيروح وما حدا عم يشتغلهم عرفت علي عم بيروحوا ما حدا عم يشتغلهم عم تضل الاصوات اللي صار لها مليار سينة عم تغني هي زيتها وما عم يسمحوا مجال لجيل جديد خليكن عم تغنوا وشجعوا الجيل جديد اتبنوا لو كل نجم اتبنالوا فنانان ثلاثة عرفت علي كمل مسيرته وحياة الله بيكبر ما بيصغر اذا اجر عندك حدا من الجيل الجديد هيدا هدفنا انا وزياد هلأ بالمستقبل وما معه نحنا ما حناخد بقى نحنا بالمستقبل بدنا نعمل شي ننتج لا اشخاص جديدة منقدم كلام ومنقدم لحن ومنقدم توزيع ومنقدم كل شي يوتيوب بس ممكن ممكن اوكي وبس تضرب الغنية واحتمال ما تضرب منكون نحنا انتجنا كل شي بس شجعنا هالكوار خطوة جيدة ومع بلال ومع غيره ومع غيرات ومع الكل بدا تصير ساعتها بتصير تقلوني اعتزدو شكر كتير كبير للك شعر احمد ماضي على هيدا الحلقة ايه خلصد عفو اغا صاير مسالم بايا مسالم خربتلي بايا والله صاير مسالم لك بالعادة اقوى الطوش يمكن زيادة مأثر عليك انت بتصالحني مع العالم بتعلمني معا ما رح تعلق معي مش انت بتعرف العالم من نفسيتها شو تطاعت معاك انت يا ويله شو شو ايه انت بتعقده وشير شكرا لك بس بدك تشيله يا ما هشير السؤال ما رحشير السؤال وخلص اختمنا الى اللقاء بحلقة مقبرة على اكيد مع ضيف جديد شكرا لكم